السلام عليكم غزلاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد معي في مطاق ام ايمن كانت تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي وسط هاد الاجواء اللي يعني استعداد الرمضان فهنا نتغاوج العناية بالشعر ادينا يموجد لكم هاد الوصفة اللي مجربة مني شخصيا وبعد ما لقيت هاد النتائج اللي هي صراحة تزمينة بزاف ولكن بالمداومة وبالهاد المكونات اللي هم اصلا مسيطة يعني كينين عدنا في الضار وزيادة على ذلك يعني ماشي غالين وحاجة اخرى هو انهم كيتوجدوا بسرعة يعني قبل الحمام يعني الماشي اليومي مثلا احنا كنا يعني كين الحمام ديان ندوش ديال كل نهار او كل يومين ولكن كين واحد الدوش جو سيطة واش كلكم يعني كديو هاد القضية ولكن واحد نهار بسيمانا اللي كيكون حمام على حقه وطريقه كيما جمنا سوا في الحمام المغربي او لالناس مثلا المهاجرين بحالنا يمكنش الحمام المغربي احنا كندروه في الدوش ديال الدر كنسخنوه اكسي تاغا فهذا النهار هادا هاد الوصفة هادي فانا جربتها وعطاتني يعني تنعيم للشعر ديالي غير موا غدي نوريكم واحد لزاستيش كيفاش غدي نديروها عدنا البيض وزيت العود جوج ديال المكونات عندي هنا زيت ديال العود جوج بيضات على حساب كل واحد والشعر ديالو خفيف طويل اكسي تاغا والمق يعني المقدار كيبقى على حساب الكتافة ديال الشعر ما غديش نديرو بزايف غدي ندى معاكم في طريقة ديال التحضير ومانا نقول لكم كيفاش ديروها فالبيض ما غديش ماخدو لعني البيض كلو غدي ناخدو فقط صفر ديال البيض بسم الله غدي نحيدو بايال ديال البيض غدي ناخدو غير صفر ديال البيض قبل حمام ساعة 4 ساعة قبل الحمام ساعة 4 ساعة سوف نضيف زيت لعود سوف نضيف عود ونخفق هذه المكونات جيد يجب أن يخدم المكونات يجب أن يخدم بشعر بشعر بلد يجب أن يخدم بيته يجب أن يخدم بيته يجب أن يكون مطابعة الحال لاحظوا معي كيف يدخل هذا الزيت العود في الصفر نضيف الزيت العود قياس يقض الشعر الزيت العود يجب أن يقض يجب أن يقض الزيت العود يجب أن يكون مضافة في الملحة ونحن نعرف الزيت العود لا تكون مضافة في الملحة من الأحسن لا يجب أن يكون مضافة هذا الوصف يجب أن يجب أن يكون زيت عادي لا يجب أن يكون زيت عادي وأننا يعني سوف نحاول نحن نحن نأخذ شوية بشوية من الشعر ونقضي هذا الخالط ونقضي بحل هك يعني كتجر من الفوق للتحت كتجر بحل هك بشوية بحلي كتحاول تدخل هذا الخالط وأو ممطم كتسرح الشعر كنظركم غادي تكونوا فهمتوني وهذه هي الوصفة دي اليوم كنتمنى أنكم تجربوها بحل هكا خفيفة أضريفة وأتردوا عليها في التعاليق من بعد ما تكونوا جربتوها ولي متبع القناة ديالي ما تبخلوش علينا بلي جيم ولي كومنتر وحتى اللي شاف هاد الفيديو وباقي ما اشتركش في القناة ديال مطبخ أم أيمن مرحبا بكم ديروا اشتراك باش تتبعو الجديد قديمة ديال هاد القناة الى فيديو قادم خليكم في أمان الله